ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من المشاكل كان هو موضوع نقاش في عمال منتدى كرانس مونتان الذي استضفته العاصمة البلجيكية بروكسل حيث حاول المشاركون الذين من بينهم وزير خارجية شات حسين إبراهيم طهى دراسة الأسباب ومحاولة إيجاد الحلول لهذه الظاهرة التي تفاقمت في الأويناء الأخيرة والتي أودت بحياة العديد من أبناء القارة الإفريقية خالد مسلحاج ضمن الموضوعات التي نقشها منتدى كرانس مونتانا موضوع بعنوان إدارة تدفقات الهجرة الجديدة تتطلب نهجا أخلاقيا اجتماعيا وسياسيا جديدا والأطفال غير المصحبين والمنفصلين عن ذويهم والنساء المهاجرات وما تعرضن له من تحديات متعددة وكان من بين المشاركين في هذه الحلقة النقاشية وزير الشؤون الخارجية إبراهيم حسين طهى إلى جانب المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا وشخصيات أخرى من الأردن العراق وإيطاليا بالإضافة إلى رئيسة ومؤسسة شبكة الأفارق في أوروبا افتتحت الحلقة النقاشية مدير عام منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا بالحديث عن ظاهرة الهجرة خصوصا الجانب المتعلق بالمرأة وحقوقها المداخلات المختلفة تركزت حول خطورة ظاهرة الهجرة غير شرعية التي غالبا ما تنتهي بمآسيا بالنسبة لهؤلاء المغامرين لا سيما النساء والأطفال الذين هم ضحايا لمختلف أشكال العنف والتمييز وتناولت الحلقة النقاشية أسباب الهجرة كالصراعات الفقر وانعدام التنمية والأمنة بدوره وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي إبراهيم حسين طاها قال إن شاد تعتبر منطقة عبور للاجئين والمهاجرين الذين يتدفقون من دول مثل الصومال إيرتريا والسودان عبر الأراضي الشارية إلى ليبيا وفي الصحراء تحدث المآسي لهؤلاء المهاجرين الذين يتعرضون للموت أو الإيقاف أو السقوط حتى في أيدي تجار الأسلحة ومهربي المخدرات ودع وزير الخارجية إبراهيم حسين طاها إلى ضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية والأوروبية من أجل إيجاد الحلول عبر عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والإسام في تنمية البلدان الأفريقية وخلق فرص العمل وبث روح الأمل في نفوس هؤلاء الشباب حتى يعيشوا في بلدانهم وبذلك يمكن وضع حد لظاهرة الهجرة غير شرعية التي تدمر وتنهي حياة الشباب بشكل مأسوي على سواحل البحر الأبيض المتوسط لينتهي بذلك أملهم في الوصول إلى الجنة التي يحلمون بها في أوروبا وفي سياق متصل نظم الوفد الشادية المشارك في منتدى مونتان لقاء عملين على هامش المنتدى وذلك لصالح الفاعلين الاقتصاديين ورجال العمال في بلجيكا بهدف تشجيعهم على التبادل ومن أجل المجيء للاستثمار في شاد قالت مسلحات مرة أخرى بهدف عرض الفرص المتاحة في شاد ومجالات الاستثمار والتبادل التجاري أمام الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في بلجيكا نظم الوفد الشادي غداء عملين على هامش منتدى كرانس مونتانا وقد شارك إلى جانب رئيس الوزراء فاهمي بداكا البير في غداء العمل هذا الوفد المرافق له الذي يضم رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في شاد بشارة دودوة رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين ومدير عام الوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير عثمان محمد نور إلمي الذين تناوبوا في الحديث في هذه المناسبة حيث قدموا نبدة تعريفية بمؤسساتهم والدور الذي تلعبه هذه المؤسسات قبل أن يستعرضوا الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والتجارة في كل القطاعات والمناخ المهيئ للاستثمار الأجنبي وجذب رجال الأعمال ومن ثم قدم بعض رجال الأعمال في بلجيكا أسئلة تتعلق بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي وقد وجدت أسئلتهم إجابات وافية بأهم الفرص المتاحة والامتيازات والتسهيلات هذا هو نشير إلى أن مثل هذه المبادرات تساعد في تفعيل التعاون وتشجيع التبادل وجذب الاستثمار الأجنبي إلى شادة اشتركوا في القناة